في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ينظر إليها الفلسطيني بشكل عام إلا أنها خطوات مهمة على طريق إحقاق الحقوق الفلسطينية وتحميل المسؤولية لكل المجازر التي وقعت مؤخرا في قطاع غزة تحديدا منذ 30 أظار ماضي وحتى الجمعة الماضية خلال مسيرات العودة للاحتلال الإسرائيلي تعلم أكثر من 120 فلسطين فلسطيني قتلوا من بينهم أطفال ونساء وشيوخ وأصحاب من دول احتياجات خاصة قتلوا بفعل الممارسات الإسرائيلية على طول الحدود الشرقية القطاع غزة من رفح جنوبا وحتى بيت حنيون شمالا كل هذا الأمر وكل هذه بالإعلاوة على أكثر من 14 ألف مصاب الفلسطينيون والفصائل الفلسطينية يتأملون من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي أن يقفوا عند مسؤولياتهم وأن يكون هناك خطوة جادة وخطوة مهمة على طريق توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من أجل وقف هذا المسلسل الكبير من الجرائم أو من عملية القتل التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نعم ببقوا مع سيدنا